أول خدمة من خدمات يسوع المسيح اللي بتشوفها في صفحات العهد الجديد هو التعليم وهذا مهم جدا أحبائي المسيح أعطى لون ورونق جميل للتعليم فهو الذي قال لم آتي لأنقض بل لأتمم فإذا أعطى البعد الروحي العميق وأعطى التفسير الروحي للشريعة وتكلم عن روح الشريعة وليس حرفية النموس فإذا المسيح دعي بالمعلم الصالح قيل عنه أنه المعلم الصالح وليس صالح إلا الله ثم أحبائي واحد من رجال الدين قال عنه نعلم أنك قد أتيت من الله معلما هذه كلمات طبعا نيقوديموس رئيس اليهود كان لقب المسيح المعلم وبتشوفها عدة مرات يا معلم يا معلم هذا لقب المسيح المعلم قال يسوع المسيح تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم احملوا نيري عليكم وتعلموا مني المسيح بيت حد بقول وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لأن نيري هي وحملي خفيف فإذا قال يسوع تعلموا مني بالحقيقة لما منقرأ عن تعليم المسيح مكتوب بهتت الجموع من تعليمه لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة في إنجيل متى أصحاح خمسة الآية الأولى الثانية يعني وجلس وفتح فهو ابتدأ يعلم وختام العزة على الجبل ثلاث إصحاحات إنجيل متى إصحاح خمسة وستة وسبعة مكتوب بهتت الجموع من تعليمه شافوا تعليم مميز مش بس تعليم يعني مجرد تعليم لكن شيء عملي قال المسيح عن الفرس اسمعوا أقوالهم ولا تفعلوا أفعالهم لكن المسيح قال تعلموا مني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر